موسيقى سيروا بسم الله لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ومن وضع سلاحه فهو آمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين أسعد الله ووقاتكم بكل خير منيت ثورتنا المباركة وتساءل الكثير من الثوار حتى من المدنيين لماذا تأخر الثوار؟ لماذا يتراجع الثوار؟ على أراضي المعارك وعلى أراضي الجهاد وخاصة في سوريا الحبيبة أقول أحبتي الكرام أن السبب تراجع الثوار هو عدم الإعداد للمعارك حتى عدم الإعداد للمقاتلين لذلك أردت أن أقف وإياكم في هذه الحلقة عن الإعداد الإيماني تعالوا لننشر ثقافة الإعداد قبل الجهاد الإعداد قبل الجهاد بالنسبة للثقافة لإعداد الإيماني أحبتي الكرام أيها الثوار أو أيها المجاهدون والله إن انتفت هذه الخصلة وهذا المحور من محاول الجهاد مسألة الإعداد الإيماني لن نرى طلاء نصر على أراضي سوريا الحبيبة تعالوا لنرى كيف ركز الحبيب صلى الله عليه وسلم وكيف علم من بعده الصحابة والتابعين ونماذج كثيرة صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإعداد الإيماني يجب على كل مجاهد علينا جميعا أن نعتقد بأن الله عز وجل معنا أيها المجاهد مسألة التوحيد لا أحد يأتي ويراهن علينا على مسألة التوحيد وما توحيد نحن تعلمنا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم درسا رائعا يوم الهجرة رسول الله يوم الهجرة حينما لحق المشركون به حتى وصلوا إلى الغار كان معه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وإذ بسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله إن الطلب قد أدركنا إن الطلب قد أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم سيدنا أبو بكر ويعلم الأمة من بعده مسألة الإعداد الإيماني مسألة التعلق بالله والثقة بالله قال يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا هكذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الثقة بالله مسألة الإيمان في قلب سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وكذلك درسا للأمة من بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يخوض المعارك كان يركز دائما حينما يجأره صلى الله عليه وسلم إلى الله بالدعاء يرفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو يدعو حتى يشفق عليه صديق رضي الله عنه إن الله منجز لك ما وعد هذه المسألة مسألة التعلق بالله والثقة بالله تبارك وتعالى الأمر الآخر أحبة المشاهدين في مسألة الإعداد الإيماني مسألة إعداد الجند حتى في أوقات قبل الانطلاق للمعاركة وكذلك حينما يكون في فترة استراحة سيدنا صلاح الدين الأيوب رحيم الله هذه المدرسة العريقة صلاح الدين حينما يكون في معاركه يكون في الليل يتفقد جنده ويتفقد الخيام فينظر إذا رأى خيمة قد أدرم نورها ينظر يفرح يستبشر يبتسم يقول إن أتانا النصر فمن هذه الخيمة يأتي ثم إذا التفت ونظر إلى خيمة قد أطفئ نورها كان يغضب ويقول إن أتتنا الهزيمة فمن هذه الخيمة تأتي فمن هذه الخيمة تأتي لأنه لا يوجد فيها جنود لا يوجد فيها من هؤلاء الذين حملوا السلاح يبتهلون إلى الله يقرؤون القرآن يذكرون الله يسجدون بين يدي الله تبارك وتعالى رب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والتابعون من بعده رب جيلا طليعيا حمل هذه الراية بحق حمل هذه الراية بحق انظر إلى النقلة الخنساء كانت قبل الجاهلية والكل سمع وقرأ عن الخنساء قبل الجاهلية ملأت الدنيا صراخا وعويلا حينما مات أخوها صخر حتى كتبت من الشعر ما كتبت رثاءا لصخر تدخل في الإسلام تأتي معركة القادسية ترسل الخنساء أربع من أولادها إلى أين إلى الجهاد يستشهد الأربع فلما يأتي الخبر إلى الخنساء أن يستشهد أولادها الأربع وإذ بالخنساء تقول الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته إيه لك يا أيتها الخنساء انظر إلى هذه النقلة في الجاهلية أخوها أخوها يموت تملأ الدنيا صريخا وعويلا بعد الإسلام هذه النقلة بعد الإسلام أربع من أبنائها والابن ليس كالأخ أربع من أبنائها حينما يموتون الحمد لله الذي شرفني هذا الإعداد الإيمان الذي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والتابعون والعلماء من بعده في قلوب الناس في قلوب النساء والرجال هذا ما نحتاجه منكم وهذا ما نحتاجه جميعا أيها الثوار أيها المجاهدون في مسألة الإعداد الإيماني معاذة العدوية وهذه مرأة أخرى زوجها صلط بن أشيم يذهب هو وابنه الأب وابنه يذهبون إلى الجهاد يستشهدون يصل الخبر إلى معاذة العدوية فيجتمعنا النسوة ليعزينا معاذة العدوية فيأتين إليها وإذ بهذه المرأة التي تربت وأعدت إيمانيا الإعداد الإيماني أعدت إيمانيا تنظر إلى النساء تقول إن أتيتنا من أجل أن تهنئني أن تهنئنني فأهلا وسهلا بكم وإن أتيتنا لغير ذلك أو للتعزية فرجعنا من حيث أتيتن هذا هو الإعداد الإيماني الذي نتطلع إليه الإعداد الإيماني كن على ثقة أيها الثائر أيها المجاهد بأن الله عز وجل معك انظر إلى هذه النماذج التي حولت الدنيا من أناس كانوا وراء الغنم والبقر حتى صاروا قادة للأمم أحبت المشاهدين أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين أعدوا أنفسنا إيمانيا من أجل أن نتطلع إلى إلى فتح بيت المقدس ليس فقط سوريا إلى فتح فلسطين فتح القدس اللهم آمين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تهدموا بيتنا لا تغضروا ولا تخون لا تجهزوا على جريه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر